اشتركوا في القناة تسقط بيد وكلائها ما جعل العاصفة ضرورية وليست خيارا من بين خيارات بعد عامين من العاصفة السؤال الأكثر تداولا عما أنجزته عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل فعليا تمكنت السلطة الشرعية مسنودة بالتحالف العربي من تحرير المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية وأجزاء واسعة من محافظات تعز والبيضاء وستطاعت تأمين مضيق باب المندب وميناء يميدي والمخاء ومن حيث المسار الموازي للعمليات العسكرية على الأرض في إطار التحرير تمكنت الشرعية من بناء جيش وطني قوامه بحسب هيئة الأركان مئتي ألف جندي تلقوا تدريبات عسكرية مكثفة في قاعدة العند وفي معسكرة مأرب وحضر موت وفي قواعد عسكرية خارج البلاد وتحديدا في مملكة العربية السعودية عاصمة التحالف العربي وبدل من الدفاع الذي كانت تعتمده قوات شرعية قبل عامين تحولت إلى استراتيجية الهجوم وفقا لمسارات متعددة ذكرها مركز أبعاد للدراسات أولى تلك المسارات باتجاه صنعاء والتقدم في أرحب عقب استكمال تحرير مساحات واسعة من مديريةهم فيما تركز المسار الثاني باتجاه الحديدة بعد تحرير المخاء غربية عز أما المسار الثالث هو باتجاه صعدة معقل الحوثيين وهو الأكثر أهمية ومن خلاله تبدت حالة الضعف في معاقل الإنقلابيين في الطريق نحو جزيرتي للفشت وبكلان وهم جزيرتان في سواحل البحر الأحمر منعت الميليشيات الإنقلابية دخول المعونات الإنسانية إليهما فإلى جانب الفقر الذي تعيشه الأسر الساكنة هنا قامت الميليشيات بزراعة ألغام بحرية لتحول بين الصيادين وأرزاقهم التي يحصلون عليها من صيد البحر فقبل الإنقلاب كانت تسير أوضع هذه الجزر بشكل جيد إلى حد ما لكنها تغيرت بفعل جرائم الميليشيات التي اجتاحت حتى الجزر البحرية لتكون الفشت وبكلان لعنة إضافية لتلك العصابات وشعورا بالمسؤولية الأخلاقية قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبالتعاون مع المنطقة العسكرية الخامسة بنإيصال شحنة مساعدات للأهل في تلك الجزر وشملت مواد غذائية واستوانة غاز منزلي وخزانة كبيرة لمياه الشرب وخياما للإيواء وملابس وسجادات وأدوات مدرسية ودراجات هوائية وعلاجات طبية وتأتي هذه الشحنة المقدمة من مركز سلمان الإغاثي لترفع عن سكان تلك الجزر ضيق الحياة وكوارث الإنقلاب مع بداية فصل الصيف يعاني النازحون في محافظة الجوه معاناة كبيرة فقد هربوا من الحصار والظلم الذي تفرضه الميليشيات عليهم ليواجهوا خطر العيش في الخيام مع شدة الحر وهطول الأمطار وتدفق السيول هنا الناس يعانوا من شدة الرياح ومن شدة الأمطار لأنهم في خيام وفي شبوك من هذا فهنا مقطع في حالة الناس في الناس يعانوا من شدة الفقر ومن شدة النزوح معاناة خفف منها مشروع الاستجابة العاقلة الذي دشنه ائتلاف الإغاثة والتنمية بحضور عدد من القيادات العسكرية والمدنية وبتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبإشراف من شبكة نماء للمنظمات الأهلية هذا المشروع سيساهم قدر الإمكان في التخفيف من معاناة النازحين حيث يستهدف الأسر النازحة والمتضررة خصوصا التي تسكن بالقرب من مناطق المواجهات ضمن برنامى مشروع الاستجابة العاجلة المول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والذي يهدف المشروع إلى إغاثة المناطق الأقرب إلى الجبهات والمناطق المتضررة من المواجهات توزيع هذه المواد الغذائية المقدمة من مركز الملك سلمان ليست بغريبة على مملكة الإنسانية التي وقفت إلى جانب اليمن وقفة تاريخية في جميع القوانب العسكرية والإنسانية مجد عياش من شباب محافظة القوف صباح جديد من صباحات الضالع الثورية الآلاف يتوافدون منذ الصباح الباكر إلى ميدان الصمود هنا وسط مدينة الضالع هي الذكرى العاشرة لانطلاق أول فعالية للمتقاعدين الجنوبيين للمطالبة بحقوقهم المسلوبة من قبل نظام المخلوع صالح هي ذكرى انطلاق الشرارة الأولى للحراك السلمي الجنوبي كأول شرارة للربيع العربي الذي أطاح برؤوس الظلم والاستبداد في عدل من البلدان العربية ولم يزل مستمرا يواجه مخططات الثورة المضادة الثورة الجنوبية السلمية في التحريق 24 مارس 2007 هذه انطلاقة كانت هي تكلم حول قضية جنوبية قضية بامتياز قضية سياسية امتياز اليوم نقول من هنا انطلاق المرة الثانية للعمل السلمي من أجل استكمال أهداف ثورتنا مهرجان جماهيري حاشد شهدته مدينة الضالع بحضور رسمي وضيوف قدم من مختلف المحافظات الجنوبية وبدأ الحفل بآي من القرآن الكريم وألقيت فيه عدد من الكلمات والقصائد المعبرة نحن الضوالع الأشراف من قذفوا جيش الطغات ومن عاداك يا عمر أسمى المبادئ نعليها ونرفعها في التضحيات ولن ينفع الهدم في حضر موت في حضر موت وفي لعد وفي أجن وعقب المهرجان خرجت مسيرة حاشدة للمرة الأولى منذ تحرير المحافظة من قبضة المليشيات الإنقلابية قبيل عامين المسيرة التي جابت عددا من شوارع المدينة ورفع فيها المتظاهرون صورا للشهداء رددوا فيها شعارات تطالب بتثبيت أسس الدولة علي الأسمر يمن شباب الضالع اشتركوا في القناة